اشتركوا في القناة ومن ولاها ايها الاخوة الكرام انا رضا هنتكلم عن تفسيرات عامة عن الباب وخطوراته في المنام من خلال العنوان نفهم ان في رؤى مهمة جدا خاصة بقضية الباب فاذا رأى ان انسان انه يخلع باب الثلاجة هذه الرؤية تدل على ان هناك بعض التغيرات الجيدة التي سوف تحدث اليه فليس خلع الباب على عمومه مزمومة ابدا وحيانا تدل رؤية خلع الباب الى انه يتخلص من بعض المشاكل المادية من بعض الهموم والاحزان وحيانا تدل هذه الرؤية على ان هناك متعب حياتية سوف يتخطاها ربما تكون هناك بعض الديون سوف تسدد هذه الديون وسوف تخطى هذه المشكلة لا سيما اذا خلع الباب ووضع باب مكانه ربما تكون سعة في الرزق وتغيير ايجابي وشعور بالاطمئنان من بعد الخوف فهي الرؤية تعتبر محمودة باذن الله تبارك وتعالى الجميل جدا في قضية خلع الباب ووضع باب مكانه ربما تدل على ان هناك احد افراد الاسرة سوف يتزوج وايضا تدل هذه الرؤية ايضا الى السمعة الطيبة لاهل هذا البيت فهي تعتبر رؤية محمودة ان شاء الله تبارك وتعالى اما قضية الباب المكسور هنا بتدل على مدى المسئولية الموجودة على عاطق صاحب الرؤية وللأسف الشديد ليس عنده قدرة على مواجهة هذه المشكلات التي تعطرت حياته ومع شديد الأسف اما بالنسبة للشخص العاطل حينما يرى الباب المخلوع في منامه فهذه الرؤية سيئة للغاية تدل على ان هذا الشخص يشعر باليأس والخوف من المستقبل حسن حياته ملهاش هدف الشخص العاطل حينما يرى الباب المخلوع ومع شديد الأسف وطبعا دي اشارة لعدم نجاحه وعدم تفوقه طبعا انا محبش استطرت في الرؤى السيئة لكن لعل الله سبحانه وتعالى يرزقه في فترة قادمة رؤية تبشر بزوال كل هذه الامور ان شاء الله تبارك وتعالى الباب المغلق بالنسبة لبنت العزباء ربما تدل هذه الرؤية على اقبلها على مرحلة جديدة في حياتها بتحقيق بعض اهدافها وطموحاتها ان شاء الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته